على الرغم من كل المحاولات لفك صاعق قنبلة النفايات إلا أنها انفجرت ويبدو أن ضحيتها إن لم يكن مجلس الوزراء فهي علاقة الطيار بالكتائب اليوم اللي عم يحصل مع الكتائب هي ازدواجية نحن عايشين انفصام شخصي ما نقوله في الداخل لا نوارسه في الخارج بدنا نحدد نحن ويون على أي طريق بدنا نمشي والسبب واضح فيه مصالح أكبر وفيه معطيات أكبر بتفرض عليهم يرضخوا قيام ويسلفوا قيام على أمل أنه يقبضوا بمحن الآخر مواقف أو غير مواقف عم تطلع السلة فاضية وعم تكون النتائج كارسية الشيخ سامي جميل رئيس الحزب زار العماد عون لإطلاعه على حقيقة ما جرى داخل مجلس الوزراء انتفضوا وزراء التيار واعتبروا أنه هالموضوع يتعلق أو يصيبون لألون هندي كوزراء داخل الحكومي في الحياة السياسية اللبنانية اعتاد اللبنانيون تدوير الزوايا واستعمال المفردات العربية من الترسيم والتحديد إلى غيرها من المصطلحات لتسوية أوضاعهم إنما علاقة العونيين بالكتائب ضاعت بين التحفظ والإجماع بجلسة 12 ثلاثة اللي حصل أنه وزراء الكتائب عارضوا الخطة اللي كانت بوقتها خطة النفايات ولكن ما عطلوا هذه الخطة داي لأنه كان فيها بند رئيسي اللي هو لم النفايات ورفع من الشوارع هني أقروا وافقوا على أن تستمر سوكلين في العمل نحنا كنا ضد اليوم عم نشكي من ذات الأسباب ولكن هني أخذين الأرارات اللي هلأ عم تخرجهم من الحكومة هني سبب خروج نفسهم من الحكومة لأنه أخذوا أرارات لا تتلقى مع موقفهم خلاف الحزبين ظهر من خلال بعض الملفات الآنية إلا أن باطن المسألة يبدو أنه أعمق ليطال الاستحقاقات المقبلة رواند أبو خزعم قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر